السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبتين بكم اليوم بنتكلموا على شيء تاني واللي هو المراهقين الغلابة طبعا موضوع هذا واسع كبير هلبة صعب نشرها في كم دقيقة ولخصة لكن بنحاول نتكلم قدر الإمكان ونفش تغلي في الموضوع كنا عارفين أنا فترة مراهقة ومرين فيها وفي اللي قاعد فيها زي أنا لكن عندك المراهقة اللي نشبه فيها اليوم كاترة في أغلب منابر العلم هي مراهقة الغلابة يعني حتى وهو مراهق جاي بأسوأ نسخة ممكنة من غير ما يندري أغلب الشباب كاتر عنده فكر يجيب المغص والإسهال وهلبة مشاكل هضمية تانية اللي هو كاني درت حركات طفولية لأبلا أو أستاذ معناها أنا كريزما ودمي خفيف والناس تحبني لكني بنقول لك لا يا حبيبي ماكش فيه مسلسلة فليكس اللي المراهقين فيه قريب يسيطر على كوكب الأرض انت في الواقع الحقيقي تدير فيه حركات هكية وما تندريش أن هي تجيب القداد الاحترام ما هوش شيء عيب لو أنك قدمتها لحد وله شيء مرتبط بالعمر الاحترام شيء يدل على أنك إنسان كويس ومحترم فقط لغير يعني الحركات الغبية زي إيهانة المدرسين أو الوصول في عرضهم بغية أنك تحقق الكوميديا اللي محلوبة أصلا باش تضحك أصحابك اللي حتى هما ضوقهم الكوميديا في الحضيض هذه مش حركات إنسان ناجح هي مش حركات إنسان تبه الحق لكن مضروبكم أمتي لنشوف فيها كل يوم أو نسمع فيها لو أنت طالب في التنوية أو في المدرسة بصيفة عامة أو كنت تسمع في أخبار بمدارس كي تسمع مرة من مرات ولا تصور قبلها ولا بنت صورت قبلتها وقعت تنشر في الصورة أو تبعد فيها وتخفف ذنها بها تخيل معي القبلة خلتها يطلع التليفون باش يلحق يكتب الدرس رغم إن الحصة كانت نص ساعة ويجي يصورها ويقعد ينشر في صورها قبل ما تتكلم وتقول أن الغلط من الأبلة لأنها خلتها يطلع التليفون قولك لا الغلط مش من الأبلة لأنها كانت تبت تساعد الطلبة لأبوه يقرأ ما كانش سندري أن أبيناتهم واحد عقلة في زيتونة وفي مثال ثاني لما طالب يقعد يسئل في الأستاذ في أسئلة ما ليهاش هدف والأستاذ المسكين يقعد يسير فيه ويجاوب ما ينضيش عليه يخفف دمه وعندك الحركة الثانية يريدني الجرس وتاخد شنطة وتنزل تجري وتتهزب من الإدارة واللي الفصل وإنت تضحك وتقول والله يا جريبة هربت والله يا العظيم يا أخي أنا وإنت واللي تفرج عليها ومش عقد بيبة كلهم عارفين أنك أنت تدير في الجو الباقي لك هارب لك دائر شي كنت أخد شنطة باش تنشن الناس تشبه لك تنزل لطا يهزبك المدير مشكلة حرفيا تنزل من جنب المدير باش تتهزب ترجع سوفوني هنا هزبني المدير طبعا ما فيش داعي نقول لكم مع الحركات زي اللي يصفر تحت الكمامة باش ما يحسس لأبلى أنها تلعب في الغماية ولا اللي يفتح لي في مرسكاوي في حصة السادسة يسحب روحه في أفيك ومتاع الشرقية لا يا أخي هذي حركات طفولية خلينا بحيدين عليها أنت في الإعدادي في التنوي في الجامعة في كورس في مش عارف وين واقف ما تقللش احترامك من شخص لقدامك هو يساعد فيك بحجة أنك تبت ضحك صحابك فوق منها تفسد على غيرك ويوم يجي المدير أو صاحب المكاني اللي أنت فيه ويسئل من دار هيكي وهكي وهكي ما تقدرش حتى تتنفس هذي ما اسمهاش الرجولة هذي يسمع أنك انت نسان فاشل لكن ما تخافش تقدر تحسن من حالك رموه ما عاش تعوده باللعي عارف أنك تدير في الحركات زي هيك اللي أنك تحب تضحك صحابك عادي في مليون طريقة باش تضحك صحابك من غير ما تقلل أدبك على مدرسينك أهو أنا نضحك في صحابي ديما لما نوريهم في درجاتي قزي الموضوع سهل جدد يعني شوف يا صديقي اللي تتفرج تو كلامي مش موجه للمراهق الغلبان كلامي موجه لأي حد يشوف في المقطع حرفيا مش كانك ما تديرش في الحركات هيا معناها خلاص مش ليك الموضوع انت لو رأيت شي من هذي الحركات تكلم عارك ما تسكتش مش قزي يتطلع كلاشا والترحية لكن حسس أن الإدارة هو شي مقزز وفاشل مدرس مهما تقدار لك هذا ما يسمح لكش أنك توصل في عرضه أو تمشي تدير لحاجات غبية في زيارته زي هل بقى محققين كوميديا يجيب درجة ضعيفة في الاختبار يمشي يطبق عجلة سيارة الأستاذ قزي بروه خيرك شل تدير تسحب العجلة للخيصة ولا مورشو سيارة يبيعو فيه بالبلاش انت كان جدت كورة بالغلط وخبشتلك سيارتك شوية تموت تب يترفع قضية في المحكم وتقعد طالب في التعويض من أم وابوه قزي تصرفات هذه من غير أن هي لأ أخلاقية هي تشجع الفساد وتزيد من الناس الفاشلة وفوق من هذا كل تقلل من الوعي انتك مشكلة مع أستاذ معين فيها كتر من طريقة بجتي تتعامل معه خاطب الإدارة ولا كلم مرقب التعليم وكان ما استفدت الشي عادي في النهاية حتى لو فجرت لسيارتك بتوقع درجة كذفتها هو الموضوع مش بالضرورة أنك تحترم حد لأنه يصحق الاحترام لكن انت تحترمه لأنك انت شخص آقل وانت بحد ذاتك محترم فتتعامل بهذه الطريقة الصرفات هذه مش غلطة أنا قدرتها من غير ما تفكر لكن الغلط أنك وين حد يقولك على أنها حاجات غلطة تكمل فيها تخيل أنت أستاذ يطبقت لعجلة سيارتها صلى ضرف يحتاج للسيارة نقدرش يستعملها تخيل أنت حركتك هي ممكن تخلي شي هذا عار عليك وعلي عائلتك والله أعلم لما توقف قدام ربي شم بيكون عقابك وقداش واحد بيكون داعي عليك وعلي عائلتك موضوع ممكن تشبح بسيط بكل لقحت حق تصورت موضوع بسيط بل في شي شي قصد التواني يخدم منك وماش عادي ومارات ما يعرفش بيك حد عادي لكن أنت لما تدير هيكي مارات الشخص اللي درت له شي هذا نفسي ضد ضايقة مارات يبكي مارات يسهر ليل كامل يدعي عليك وعلي تربيتك كيف تخلي حد يدي على أمك وبوك فاهمني هذا الشي مش هيقبلها حد يحترم في آلته ولو أنا قبلت بشي هذا للأسف ماشي بتولي إنسان خليك واحد كويس ومنع أي حد يدير في الحركات المتخلفة هي من نشر العطب متاعها ووقفة وفاهم أنه يدير فيه غلط حرفيا مش عارف مازاني بنتكلم لكن ملخص لكلام كلها قعمز وريض يوم ليما تدير حركة هكتو ولكن الساد يطلع لك خوف كتيبة يبيتك في شالة شهرين خليك محترم وحلو حتى كانك مش حلو في نهاية أهم شيء الأخلاق وقاها قبل ما ننسى شكرا على المشاركات في المنشور اللي فات